برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في حوار خاص مع نجم أو أسطورة من أساطير الفريق الأول للكرة الطائرة رجال كابتن عبدالله عاد سلام كابتن عبدالله طبعا برحب بحضراتك تاني وكل سنة وحداك طيب وبما نحن بقى في شهر رمضان وزي ما قلت لحداك قبل الفاصل عايزين ما نتكلم عن ذكرياتك بقى في رمضان وذكرياتك بقى سواء في ذكريات الخارجية مع نادي الأهلي ومنتخب مصر أو كمان في التمارين في الماتشات نحكي لك الزكرياتك مع رمضان عاملت اول حاجة حريك طبعا طيبة وان شاء الله رمضان كريمة عليك وعلى صوتك كريمة وعلى الشعب المصري وبأخص جميل نادل أهلي العظيم وبقول لهم كل سواء طيبين طبعا انت عارف رمضان أجواء مختلفة يعني عايزين أحكي لك قبل ما ما خش بقى في معمامة الرياضة قبل ما لعب وانا صغير واللوانة الكبيرة لا خلينا قبله وبعد كده بعد طبعا اه طبعا يعني قبل ما لعب طبعا زي ما ما انت عارفة الواحد السن الصغير من 15-17 بيبقى عندك بطلتين مرتبط طيبين مع النادي بطول الكارب بطول الجمهورية بتخلصيهم شهر تلاتة شهر أربعة بيبقى خلاص يعني الوقت عندك متاح ومفتوح جدا الواحد بيستنى طبعا رمضان بفرج الصبر طبعا بيبقى شهر مبارك وشهر الكريم علينا كلنا طبعا بيبقى شهر عبادة وصلاة والصوم انا طبعا زي ما قلتلك يعني الحمدلله كنت ميز في لعبة الكورة فكنت بحب طبعا انت عارفة كل يعني كل الناس في رمضان بالأخص بيحب الرياضة سواء قبل الفطار بعد الفطار بيحب لعب كورة بنشارك بقى في دورات كنت بشارك طبعا في دورات مع صحابي طبعا ساكنين جنبية وساكنين معي في الشارع بروح لعب دورات في كل حتة وطبعا انا صغير كنت متام قوي بموضوع الكورة بالذات في رمضان بعد الفطار أحبك الكورة انا ملاحظة من كلامك ان انت كان اولويتك الكورة او اعايز قللك حاجة طبعا انا هي حاجة يعني я shiny كان غالبة علي انا في اوقات بخلص تمارين بورح لعب كورة يعني او انا صغير يعني اخلص التامارين ب noting فوق العب كورة يعني ممكن كنت اغيب او انا صغير تمارين تامرين تين كدوة عشان انا يعني بحب الكورة حتى ان كنت مهزر مع اصحابي اي حد يشوفني اقول له لو جبتي لعادي في كورت القضاء مونا صغير هسيبي فولي ورح لعب كورة غير نادي الاالي؟ لا انا بلعب مع نادي الاالي ما كنت محب لعب لعبتين لحده يعني سنه معين وكنت طبعا لازم افصل فانا يعني بحب الكورة بقولك حد وقتنا هزا بدرجة يعني تكاد تكون درجة جنون يعني ببعشاء الكورة جدا طبعا الوضع مختلف دلوقتي يعني انت بقى الواحد خلاص كابر المسؤولات كابت عليه الموسم يعني انت طول السنة بتلعبي فطبعا جوا الرياضة بيبقى الموضوع صعب طبعا اول سنة يعني حصل الموضوع ده لانا في السنتين بتوقع ايطاليا كانوا فرمضان كنت بلعب الدوري وكنت باتمرن فرمضان لدرجة المدرب طبعا كان هم خلاص عارفوا موضوع رمضان طبعا بنسوم قبل طول الشمس لحده ما الشمس طبعا بتغرب بعد كده بنفتر طبعا كنت مفتر في رمضان عالساعة 7-8 فطبعا في صحابي في الفرق اما كانش بيصدقوا اللي انا بقعه كل فتر دوت او طول الوقت دوت من غيره ما شرب مية فطبعا كنت يتحاكوا يا الزر معي وانت بتروح البيت اكيد بيتشرب مية طبعا المدرب اللي كان مسيكني مدرب اسطورة من اساطير الكرة الطايرة في العالم كله اسمه فلاسكو كان بيقول لي انا عارف الموضوع الصيام شاق يعني ومتعب جدا في احنا بنتمرنا تمرينتين انت بس ممكن تيجي التامرينة اللي هي بالليل بحيس مثلا لو بافتر الساعة 8-8 بالساعة 6 بيبقى يعني بخلص سامية بيبقى على طول ممكن اخش بعد التامرين على طول افتر فطبعا انا مكنتش حابة موضوع دوت كان عندي اسراء والعزيمة الحمد للرب عامين كنت طول الشهر لو فيه 8-8 صبح او بالليل كنت بحضر التامرين عادي وبتمرم يعني اكني يعني ما فيش حاجة خالص طبعا كان مبسوط من الاسراء والعزيمة كانت موجودة فيها فطبعا كان صعبة علي اوي جدا اجواك كان صعبة في ايطاليا اكتر من مصر يعني في مصر بقى كتعملت زي الاجواك طبعا يعني في مصر الموضوع غير بقى طبعا في مصر انت وسط صحابك طلع معسكرات مع الفريق سواء في النادي يعني ممكن النادي السنة اللي فات او لا بلا بتانينا نتخلص بشكل متأخر شوية المنتخب طول الفتر اللي فات كان على طول المنتخبات معسكرات بما اني يعني فيه بطولات افريقية او كاس عالم بيبقى في شهر 8-9 طبعا زي ما انت عارف رمضان كل السنة بيقل طبعا حضرته من شهر 9 وشهر 10 وحضرت فيه كل اللقاءات مع المنتخب فطبعا بيبقى اللامة او كويسة وكل حاجة بس انا بيبقى بالنسبة لي انا بفضل قد رمضان طبعا مع اهلي ووسط صحابي